سيد والصلبين بارح بتكلم على كذا والتصريحات اللي قال لأخونا خلد الفئة عن التعوضات طيب في عندي القوبيل أسمان تلقات ديوقتي مخدتش تعوضاتها كاملة خدت فيه لكن فيه مجموعات مخدت الشركة المصرية للملاحة اللي أصبح مصيرها يعني مصير اللي احنا بنشوفه صد القرار بتصفيتها منذ ما يقرب من عامين ورغم أن الأمر أصبح نافذ لكن العاملين بها لم يتقادوا مستحقتهم حتى الآن وطالبوا بالحصول على مكافئة نهاية الخدمة المعاش المبكر على غرار ما تم بالشركة القومية الأسمنت اللي تم تصفيتها مؤخرا وزات القوى العاملة وقتال العمال أقر اتفاقية عمل جامعية تقضي باستفادة العاملين بصرف خمس شهور عن كل سنة من سنوات الخدمة بالإضافة إلى مبلغ 12 ألف جنيه عن كل سنة من سنوات الخدمة لكل عامل بحد أقصى 450 ألف جنيه وبحد أدنى 100 ألف جنيه الشركة المصرية الملاحة دي تاريخ كبير وطويل يا جماعة هي الشركة اللي أنشأها الخدوية عبد اسماعيل من زبان عام 1873 وصدر قرار بتأميمها عام 1960 وأصبح اسمها الشركة المصرية اللي الملاحة البحرية وتم دمج معها وتحت اسمها شركة اسكندرية الملاحة البحرية اللي أسسها أمين باشا سنة 1931 وشركة مصر الملاحة البحرية اللي أسسها محمد طلعت حرب سنة 1937 واللي أسس بنك مصر طب يعني أنت صفتوها أنا ما عارفش التصليات دي بتتم بقى على أي أساس ولا على أي قرارات يعني حتى حتى التعويض اللي أنت وعدتوا بيه يا سيادة الوزير ما راحش للناس طب نقول إيه نقول إيه هو بس يعني هتفرحونا بالتعويض وشركاتنا بتتصفى ما ينفعش الشركات دي لو وقفت على رجليها والله ادوها بس الواحد زي السيد الوزير كامل وزير هتشوفه مش هو أخذ شركات خسرانا وقفت على حلة لأن احنا عايزين جدية لما يكون في جدية حقدر أعمل عمانا يقدروا يعملوا من الفسيخ شربات بس المهمة تبقى فيه عزيبة مش وحد يجوه لك أنا مش عارفه كاره القطاع العام من أساسه خمبصوا في النهاية لا الدنيا واحدة واحدة بتروح من هنا لا بن طالب تدخل رئيس الحكومة في اتخاذ القرار المناسب في تصفيت حديد والصلم تمشيش يا فندم أسعار الحديد حتولع الدنيا حت من تحت رجلينا حتفلت صاج وغير وغير وكله اللي بنانتجوه حلستوردوه طب ليه فلو كان في حل يا فندم قرار التصفية السيد الوزير يستريع شوية يسبهونا والدولة تقدر تتدخل وعندي عروض أتعامل مع هذه العروض احنا نبلع عرضنا لكم مشكلة بيعاني منها المزارعين دلوقتي بعد قرار وقف تصدير الفول للبلدي وتأثيره على الفلاحين وعلى محصول الفول خلال السنوات الجاية أنا تلقي الحقيقة مكالمات كبيرة جدا كتير ولكن الحقيقة النائب محمد عبد الرحمن راضي تقدم بطلب إحاطها لمجلس النواب موجه لرئيس الوزراء ووزيري الزراع والتجار والصناعة حول أسباب وقف تصدير الفول وما يمكن أن ينعكس دا من خسائر وانهيار سعر وعدم زراعته مرة أخرى النائب محمد عبد الرحمن راضي أشار في طلب الإحاطة إلى أن الدولة ستتوسع في استيراد الفول على المدى الطويل لعزوف الفلاحين عن زراعته واخسارة العملة الصعبة اللي بيوفرها تصدير الفول المصري اللي بيعتبر من أجود الأنواع في العالم عشان كده أنا بتمنى وبتوجه لسيدة الرئيسة وزراء شوف مشكلة لهؤلاء البشر لأن زراعة الفول ممكن لو انتهت حلائي نفسنا برضو بندخل في مشكلة كبيرة جدا دا ينقلني بقى موسيقى